ما حكم الدين في رجل قال لزوجته تحرمي علي ولم يقصد بها شيء وقال بعدها لحد بكرة مش عارف مش فاهمة يعني واحد قال لمرته تحرمي علي طيب كلمة تحرمي علي يعني معناه اللي هي اللي عندنا باللغة العربية أنت علي حرام أنت علي حرام لها تفسيران التفسير الأول لو قال لا تحرمي علي كده يعني أنت محرمة علي وقصد بها الطلاق فقد وقع بها طلاقا وانقصد بها تحرمي علي زي أمي وأختي أو أختي مثلا فهذا يمين الظهار وعليه أن يطعم ستين مسكين أو يصوم ستين يوما قبل أن يقربها تحرمي علي يدي يصوم ستين يعني طبعا ستين يوم أو يطعم ستين مسكين ويصوم ستين يوم قبل أن يقربها ما لقع لها الحرام اللي بيقولوها دي طول المغال ما هو أنا مش عافة إيه الحرام ده اللي هم على الحرام منك على الحرام من ديني يعود يقوله كده كل هذه الألفاظ انقصد بها الطلاق يقع بها الطلاق بالكناية دي خطورة جدا لو قال لها أنت تحرمي علي أصدق إيه بتحرمي علي يعني طلعتك ما هي كلمة واحدة يقولها الشخص تسير له الحلال حرام كلمة واحدة بتسير له الحلال حرام هو مراته مع بعضه في آخر حلال ويقول له تمام تمام وفكأة لقول أنت طالق هذه كلمة بعد ما كانت مراته من ديئة حلال عليه أصبحت حرام عليه فأدي معنى تحرمي علي يعني معنى أنه حولها من حل إلى حرمة فكأنه إن قصد بها الطلاق وقع بها الطلاق وإن قصد بها الظهار فعليه يمين الظهار كما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة قد سمع الله قولة تجدلك في زوجها وربنا المجادلة فربنا سبحانه وتعالى أولا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لمقالوا فتحوا رقابة من قبل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس فمن لم يستطع فإطعاموا ستين مسكين يبقى في الأول الصيام إن لم يأتي الصيام ولم يستطع أن يصوم ستين مسكين فعليه أن يضعم السيام